شواهد حية تشير إلى زخم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله فثمانية عشر عاما من القيادة الاستثنائية للدولة من قبل فقيد الأمتين العربية والإسلامية وتوجيهاته الحكيمة كانت كفيلة أن تضيف قوة كبيرة للنظام المصرفي في الدولة الشقيقة شواهد حية وإضاءات لامعة تفصح عن مكنون الإنجازات غير المسبوقة التي حلت ولازمت بدن القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله أي خلال ثمانية عشر عاما من القيادة الاستثنائية للدولة استطاع فيها فقيد الأمتين العربية والإسلامية أن يتبنى عديد السياسات التي أفضت إلى إرساء متين لدعائم المسيرة التنموية الشاملة رافقت كل ركن من أركان دولة عصرية باتت مركزاً مالياً عالمياً معتمداً صفة الاعتماد استحقت بسبب التوجيهات الحكيمة للراحل التي تداعت لتنفيذها مؤسسات الدولة قاطبة وتحديداً تلك المعنية بإدارة الشؤون المالية والاقتصادية الأمر الذي أثر بشكل محمود على قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات ومرونته وتميزه بناء على المؤشرات الاقتصادية العالمية ناهيك عن استمرار نمو قطاع التأميني ليرسخ ذلك من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وبلغة الأرقام الواقعية التي تدعم صدقية ما سبق فإن القطاع المصرفي في الإمارات أصبح هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إذ ارتفع إجمالي الأصول في هذا القطاع إلى أكثر من 3321 مليار درهم إماراتي في شهر ديسمبر من العام 2021 مقارنة بما يزيد على 2693 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2017 كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للفترة نفسها إلى ما ينوف عن 933 مليار درهم مقارنة بأكثر من 578 مليار درهم احتياطيات السيولة الكافية في البنوك العاملة بالدولة هي أيضا قد شهدت ارتفاعا في حجمها فعلى صعيد الأصول السائلة قد ارتفعت نسبتها من إجمالي الخصوم إلى 19.6% في ديسمبر من العام الفائت أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغ 10% الأمر الذي شكل رزمة وافرة من احتياطي السيولة للنظام المالي ليعود ذلك بالنفع على النظام المصرفي الإماراتي ليتمتع بمستوى جيد من رأس المال حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.2% سوق التأمين في دولة الإمارات الذي يعتبر الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية واصل نموه أيضا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 كما يتضح من زيادة إجمالي الأقصاط المكتتبة بنسبة 4.2% على أساس سنويا في الربع الثالث من العام الفائت لتصل إلى 35 مليار درهم إماراتي كما نمى إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 122 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2021 وعبر توجيهات المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان كان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد تمكن من تعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات العالمية وعلى سبيل الحصر تلك التداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا من خلال العديد من الخطة والتدابير من أهمها إطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة بقيمة 256 مليار درهم إماراتي لتلفزيون البحرين محمد الشيدات